لمن يذكر عام 2000 انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وفي أعقاب الانسحاب تصاعدت شعبية حزب الله في العالم العربي وفي عام 2006 أي بعد ست سنوات تكرست نظرة عند فئة من الشعب العربي بأن حزب الله مشروع مقاومة ضد إسرائيل لكن عقدا واحدا من الزمن كان كافيا لتحوله إلى مجرد تنظيم ينفذ أجندة إيرانية كما يرى البعض خبر اليوم ذكرى مرور عشر سنوات على انتهاء حرب تموز التي شنتها إسرائيل على لبنان وفي بقية الخبر تسأل لماذا يرى البعض أن بوصلة حزب الله انحرفت عما كانت عليه وماذا بقي من حزب الله كمشروع مقاومة بعد أن صار طريق القدس يمر من حلب وحمص وبقية المدن السورية مشاهدين أهلا بكم إلى بقية خبر جديد معي أنا أمال عراب حزب الله اللبناني الذي كان مقاوما في نظر أغلب أبناء الأمة ونال الكثير من الرضا والتعاطف والدعم بعيدا عن أي خلفية مذهبية أو طائفية لكن ذلك كان عندما كانت بندقيته موجهة حصرا إلى إسرائيل النظرة اليوم تغيرت وفقد الحزب معظم بريقه حين انحرفت بوصلة البندقية إلى صدور السوريين وحين تخندق مع نظام الأسد في قمعه للشعب السوري نهيك عن تدخلاته في اليمن والعراق والبحرين تنفيذا للأجندة الإيرانية نناقش بعد التقرير عشر سنوات ثقيلة هي التي مرت على ذكر انتهاء عدوان تموز على لبنان الذي صمد خلاله حزب الله في ميدان الحرب والسياسة عشر سنوات عرف معها الإقليم ما لم يكن في بال الحكام ولا على خاطرهم فربيع العرب هبت نسائمه من تونس الخضراء لتعبر بلدانا كثيرة قبل أن يغرق الطغاة هذا الربيع بالدم الذي أصبح ينبع من كل أنحاء الأرض العربية حزب الله الذي أصبح اليوم باعتراف أعدائه قبل أصدقائه لاعبا إقليميا وازنا لا مجرد حزب في بلد كان ضمن جوقة المبشرين بالربيع العربي إلى أن طرق هذا الربيع أبواب القصر الجمهوري في دمشق وعندها تحول الربيع إلى مؤامرة وتكفيريين خطاب نصر الله في الذكرى العاشرة لانتهاء حرب تموز وجهه بمعناه الجغرافي القريب إلى تجمع محتشد هناك في الجنوب في بنت جبيل أما مقاتلو الحزب فكانوا منذ زمن يتوجهون شمالا إلى سوريا ويعود قطاع منهم محمولون على الأكتاف بعد خوضهم معارك يراد منها إدامة أمد نظام هو المسؤول عن خراب سوريا وتشرد أهلها انتصار لبنان شعبا ومقاومة في 2006 كان إنجازا تجسدت فيه كثير من أحلام الشعوب العربية في الكرامة والحرية والخلاص من الانكسار الوجودي أمام إسرائيل لكن هذا الانتصار والحق يقال قد خرج من قدسيته ليتحول على يد كثيرين إلى سيف معنوي يسلط على رقاب قطاعات من الشعوب العربية نفسها إن هي طالبت بالحرية نصر الله في خطابه وهنا المفارقة قد حاول فضح هذا المنطق الذي لم يستعمله أحد بمهارة كما استعمله نظام حليفه بشار الأسد في إغراق الناس في الدم والتهديد حتى يصبح الأمن أسمى الأمان والغايات وكل هذا الوضع العربي بدل ما بهذا البلد وذاك البلد يكون هم الناس الإصلاح يصير هم الناس الأمن كيف يخلصوا من داعش والقاعدة والنصرة والتكفيريين والتفجيرات والمطاعم اللي بتتفجأ والمساجد والكنائس والمدارس والأسواق ويقبلوا بأي حاكم وبأي نظام وبأي سلطة وينسوا شيء اسمه حريات وإصلاح وديمقراطية وعيش وكرامة وكل أي الشعارات اللي وفعوها الشعوب العربية بالمنطقة فضلا عن فلسطين عشر سنوات على انتصار بدى من البديهي التجمع حوله قبل أن تأول الأمور إلى ما آلت إليه أما اليوم فلا حزب الله ولا استغلاله لتاريخه النضالي ضد إسرائيل محط إجماع في الوطن العربي ناهيك طبعا عما لحق بشعبية الحزب الذي برزت دلالته الطائفية أكثر مما برزت بعد مشاركته في الحرب على سوريا انضم إلينا للنقاش من باريس ميشيل كيلو الكاتب والمعارض السوري ومن بيروت قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي أهلا وسهلا بكما سأبدأ معك سيد ميشيل ماذا تبقى حقيقة من حزب الله كمشروع مقاومة بعد عقد من انتهاء حرب تموز هو بالأصل له بالحقيقة وظيفة رئيسية المقاومة كانت واحد من المظاهر المطلوبة لهذه الوظيفة كي تكسبه شعبية في العالم العربي في عالم عربي هزم أمام إسرائيل بثلاث أربع معارك هزمت جيوشه وهزمت أنظمته بثلاث أربع معارك متتالية أمام إسرائيل من 48 إلى 1973 وأكبر رمز كان للهزيمة هو فعليا هزيمة النظام السوري الذي منذ عام 1974 إلى اليوم لم يرمي إسرائيل بوردة مع أنه نظام الممانعة والمقاومة والصمود وإلى آخره وكان كلما طالبه أحد بأن يفتح معركة الجولان يتهمه بالخيانة ويتهمه بالمزايدة هذا جرى مئات المرات في سوريا حتى أن أحد النواب الذين ترشحوا الانتخابات في مجلس الشعب تجرأ على جكرس جولان فاستدعي عام 1977 أو 78 إلى الأمانط العاصمة ثم إلى الأمن وقيل له كيف تتحدث عن الجولان ونحن نعرف كثيرين الضابط خليل بريز الذي كتب كتابا عن جولان ماته في السجن وإلى آخره حزب الله ظهر في هذه الظروف التي كان العالم العربي فيها لديه الشعور بأنه منكسر انكسارا لا شفاء منه وأنه يواجه قوة لا يستطيع مواجهته هي العدو الصهيوني ظهر في هذه اللحظة وقام بإطلاق مجموعة من الشعارات التي جعلها أهدافا له على رأس تحرير فلسطين وخوض معركة فلسطين إلى النهاية بالبداية أخراج إسرائيل من الجنوب لبناني الذي دخلته في ظل النظام السوري الذي فات إلى لبنان قام عام 1976 قبل 1976 لم يكن هناك جندي إسرائيلي واحد في لبنان دخلوا إلى لبنان الذي دخل نظام سوريا إليه ضد الفلسطينيين بحجة حمايته أرضا وشعبا ثم أطلق عشرات آلاف الخزائف شهريا على الفلسطينيين وعندما دخل الإسرائيليون واحتلوا 12% من مساحة لبنان على مرحلتين تاريخيتين متعاقبتين لم يتجرى أن يرمي عليهم موردي جاء الحزب وقال سنحرر هذه المنطقة الجيب ثم سنحرر تلال كفرشوبة هل تنصف هنا سيد ميشيل أن يكون حزب الله في أي وقت مشروع مقاومة حتى خلال حرب تموز وكل ما قدمه والنماذج التي احتفى بها العالم العربي أجمع الحقيقة أن المقاومة كانت الزريعة أو الشعار الذي رفع للحزب كي يبرر دوره اللاحق باعتباره جزء من استراتيجية إيران للسيطرة على المجال الواقع بين مزار الشريف وبين جنوب لبنان ولإقامة ما كانوا يتحدثون عنه بعد الثورة الإيرانية بكل صراحة محور شيعي في مواجهة محور سني وهذه هي بالحقيقة الوظيفة الأساسية للحزب جندته إيران مولته إيران سلحته إيران دربته إيران وهو يعتبر فصيل عسكري من الجيش الإيراني مقيم في لبنان مثلما الحشد الشعبي فصيل من الجيش الإيراني مقيم في العراق والحوسيون فصيل من الجيش الإيراني مقيم في اليمن وينفذ أهداف اليمن وهو يمارس في الحقيقة هذه الوظيفة التي هي وظيفته الأساسية طيب سنتحدث عن نتائج هذه الجزئية نتحدث في نتائجها لكن نشرك أيضا في حوارنا سيد قاسم قصير أرحب بك من جديد هل فعلا تغير طريق القدس اليوم أمام حزب الله ليمر عبر دمشق والمدن السورية ويمكث فيها بل ويقاتل أبنائها الذين استقبلوه إبان حرب تموز أنا أولا أود أن أعبر عن محبتي وتقديري للأستاذ ميشيل كيلو وأنا كنت من الذين يتابعون مقالاته وكتاباته ومحاكماته عندما كان يحاكم وأنا كنت أحترم كثير من أرائه وأتعاطف معه كونه من الذين يسعون الحرية لكن اليوم أود أن أكون مختلفا معه أولا في طريقة إدارته للموضوع ثم نتحدث عن حزب الله حزب الله لم ينشأ ضمن مشروع إيراني بمعنى أن إيران خططت لإنشاء حزب الله حتى تستفيد منه الآن حزب الله وأنا كنت من الذين واكبوا هذه التجربة منذ اللحظة الأولى قبل انتصار الثورة وبعد انتصار الثورة وقبل اجتياح إسرائيلي حزب الله هو إطار إسلامي نشأ في لبنان في البداية كان أهدافه إسلامية سياسية ثقافية لكن عندما حصل اجتياح الإسرائيلي لبنان هذه المجموعة الإسلامية وجدت نفسها في مواجهة الجيش الإسرائيلي وأرادت مقاومة هذا الجيش ووجدت في إيران القوة المساينة لها في مواجهة هذا الجيش في الوقت الذي لم تجد أي نظام عربي مساعد لها وطبعا العلاقة مع سوريا لم تكن في البداية علاقة يمكن إيجابية وإن كان سوريا ساعدت في البداية تسهيل مرور قوات الحرس السوري إلى لبنان من أجل تدريب لكن معلش سيد قاسم حتى نتوقف حتى يعني عفواً على المقاطعة ولا أقصدها لكن حتى نتوقف عند تفصيلة مهمة اسمح لي فقط سيد قاسم أخذ حوالي سبع دقائق لا سأترك لك الوقت فقط حتى لا نمرر رسائل دون شرحها يعني من باب الإنصاف سأترك لك الوقت هنا اسمح لي فقط أن أعلق على نقطة وأسألك في خضمها هل كانت فعلا نشأة حزب الله اللبناني فقط تجاه الموضوع الإسرائيلي مع أننا نعلم بدايات دخول الحرس الثوري الإيراني إلى الضحية الجنوبية حتى يعني من أيام خلت ومن عقود فقط تعقيباً وتفضل لك الوقت في الرد أنا من الذين كنت في هذه التجربة منذ بدايتها يعني لم يكن هناك هدف في تلك المرحلة سوى مواجهة العدوان الإسرائيلي هذه المجموعة ثلّة من الشباب المسلم في لبنان هدفها كان مواجهة جيش إسرائيلي أخذت سلاح من حركة فتح ومن الفلسطينيين الذين اضطروا لترك لبنان أخذت مساعدات من الشعب اللبناني ولكن كان هناك دعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحرس الثوري لم يأتي إلى الضحية الجنوبية في تلك الفترة أتى إلى منطقة بعلبك نحن كنا في بيروت كنا نقاتل ونواجه العدوان الإسرائيلي في ظل الحصار الإسرائيلي عام 82 وبقينا عدة أشهر في الحصار لم نكن نحن لدينا لا أهداف سياسية كان هدفنا الوحيد مواجهة الاحتلال إسرائيلي طبعا تطورت مسيرة حزب الله علاقة حزب الله بإيران حتى موضوع سوريا في البداية كان هناك التباسات كثيرة في العلاقة مع النظام السوري وخصلت مشكلات واشتباكات مع الجيش السوري لأسباب عديدة حزب الله وقف في مواجهة فتنة المخيمات ساهم في رفع الحصار عن المخيمات ساهم في رفع الحصار عن ترابلس عندما خسرت من الجيش السوري والأحزاب الموالية لسوريا يسارية أو غيرها لم يكن هناك مشروع لا شيعي ولا إيراني كان هناك مشروع مواجهة الاحتلال إسرائيلي وبقي هذا المشروع وما يزال هذا المشروع مواجهة الاحتلال إسرائيلي لكن التطورات التي حصلت في العالم العربي وجعلت الأمور تتجع اتجاه آخر وإن كان مواجهة العدو الإسرائيلي لا يزال ويبقى هو المشروع الأساسي في رؤية حزب الله والآن القوة الوحيدة إضافة لمقاومة فلسطينية في فلسطين التي تقف في واجهة المشروع الإسرائيلي لا يوجد الآن أي قوة أخرى وللأسف المعارضة السورية عندما بدأت معارضتها للنظام السوري الدكتور برهان غاليون أول شعار رفعه وكان لم يكن هناك شيء آخر لم يكن لا تدخل حزب الله ولا تدخل إيران أول تصريح لمجلة أمريكية أظن عندما نصل إلى الحكم سنقطع علاقاتنا بحزب الله وبحماس وبإيران ولم يكن هناك شيء بعد في الموضوع السوري أو النظام السوري ولم يكن هناك أصلا مشكلات هذه المشكلة نحن كنا نتعاطف مع المعارضة السورية وكنا من الذين يدافعون عن المعارضين السوريين وندعو لإصلاح النظام في سوريا وأنا كنت من الذين دائما أقرأ وأتذكر مرة محاكمة أستاذ ميشيل كيلو عندما قال حكمة بتهمة تمس الشعور القومي أو إضعاف الشعور القومي واعتبرت هذا كان من الأمور التي ينبغي التعاطف معه لكن أن نأخذ الأمور مباشرة إلى موضوع الشيعي وموضوع إيراني هذا برأيي ليس منصفا وأنا أظن أن أستاذ ميشيل كيلو وهو من المثقفين يفترض أن يقدم رؤية مختلفة الآن في خلاف طبعا أنا أحترم الخلاف وأحترم مشكلة الآن وعلينا أن نناقشها بهدوء لكن الموضوع الأساسي لم يكن سوى مواجهة احتلال إسرائيلي والمواجهة الجيش الإسرائيلي إذن ترى أن حزب الله لازال محتفظا ببوصلته المقاومة التي تأسس من أجلها لك سيد ميشيل الرد إن كانت لك أي ملاحظات لكن أريد أن أعطف هذا الأمر بما تحدثت عنه في أحد مقالاتك وقلت يعني بعنوان القصة أكبر منا هكذا كان رد حزب الله عند رسلتموه في بدايات الأزمة السورية فهل كانت فعلا قصة دخول حزب الله إلى سوريا وتورطه في مقتل العديد هناك قصة أكبر من الحزب وكيف؟ أول شيء أحيي الأستاذ قاسم شكرا جزيلا له على العلاقة التاريخية التي ربطته به والتي تربطني به أيضا الآن هو وكثيرين من الشباب اللبنانيين المتعاطفين مع حزب الله أنا أريد أن أذكر الأستاذ قاسم بأنه كان هناك في لبناء عام 1982 شيء اسمه المقاومة الوطنية اللبنانية وأنها كانت تضم أحزابا مختلفة وأن قيادات مهمة في الحزب الشيوعي اللبناني كانت تشرف على عملياتها كما كان يشارك فيها القومين السوريون وكثير من شباب لبنان العلماني والديمقراطي والمؤمن وإلى آخره وأن هذه المقاومة الوطنية اللبنانية عندما تأسس حزب الله وأخذ قرار سوري إيراني بإلغائها كان لديها 582 شهيد وجريح أي أنه كان هناك مقاومة وحزب الله جاء ليس كي يمثل الشيعة بكاملهم وأنما كي يمثل قطاعا من الشيعة يؤمن بولاية الفقيه هذا شيء أستاذ قاسم لا نستطيع أن ننكره من لم يكونوا مع ولاية الفقيه تمت مهاجمتهم ومقاتلتهم وتم الصدام معهم وقتل منهم ناس واعتقل منهم ناس وإلى آخره وأنت تعلم هذا كما أعلمه صدمات حزب الله مع حركة أمل يعني ليست مسألة مجهولة ولم تتم في فراغ تمت لإحكام قبضة مجموعة تابعة لإيران على الأجواء الشيعية السياسية الشيعية في لبنان تمت لوضع لبنان تحت إطار وتحت إشراف تنظيم مسلح مدرب مهيكل يقوده ضباط إيرانيون يعمل في إطار المخابرات الإيرانية يعمل في إطار خطط إيرانية لا أجتبين لإنكارها خليني ذكرك بتصريح لفاروق الشرع عام 2000 قبل انسحاب الإسرائيليين من لبنان في أيار قال فاروق الشرع قبل أسبوع من يؤمن أو من يعتقد أن هناك انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بسبب المقاومة هو إما جاهل أو أنه عميل لم يكن هناك أحد في النظام السوري ولا في غير النظام السوري يعتقد أن إسرائيل ستنسحب بسبب عن تريات وبطولات حظب الله والمقاومة وأن من سحبت الاعتبارات السياسية لها علاقة بالسياسات الأمريكية التي أرادت لإسرائيل أن تنسحب من لبنان كي يسهل على الولايات المتحدة التفاهم مع داعمين نظام السوري لإجباره على الانسحاب من لبنان هذه مسائل أعتقد أنها معروفة وتستطيع أن تعود إلى تصريح الأستاذ فاروق الشرع عن اليوم الذي هو أحد عارفين الممتازين لحظة إذا تسمحي لي بس هناك معلومات مؤكدة أستاذي العزيزي خلي لي ياك عن أن حافظ الأسد كان هو المشرف الأول والحقيقي على تأسيس حزب الله إذا كانت هناك بعض مشاكل مع التنظيمات بينه وبين الجيش السوري هنا أو هناك فهذه مسألة لها علاقة بأن نظاما يمسك ببلد يريد أن يضبط حركة كل من يتحرك فيه كما يريد له هو أن يتحرك وكما يخطط له هو وهذا قد ينشئ هنا وهناك خلافات أما أنكم أنتم كنتم تقاتلون وتذهبون للمقاومة وتريدون مقاومة إسرائيل فأنا لا شك لديها في ذلك لكنني للأسف الشديد أعتقد أنكم لذتم من قرر تأسيس كيانات طائفية في لبنان من قرر تأسيس منظمات مسلحة تابعة للخارج في لبنان هل تريد أن تقنعني بأن حزب الله هو الذي يمول عملية شراء كل الناس الذين يعطيهم نقودا ويدفع لهم مساعدات ويرسل لهم إعانات ويعطيهم رواتب وإلى آخره هل تريد أن تقنعني بأن حزب الله هو الذي فبرك 100 ألف صاروخ وجاب إلى لبنان سأقول لك أن كل سيارة باص إيرانية دخلت إلى سوريا كانت تحمل في أسفلها صواريخ لحزب الله وكانت تفرخ في رحبات الجيش السوري لا تقل لي أن حزب الله لم ينشأ في سياق استراتيجية سورية إيرانية الهدف منها هو إحكام اليد الإيرانية سيد ميشيل أنا أسمحك لأن الوقت فقط يخط علينا سيفة حتى نستفيد أكثر الاستفادة من الوقت المتاح ونناقش الواقع اليوم ونقدم للمشاهد العربي يعني مناقشة جدا لما يصير اليوم في هذا الإطار سيد قاسم بعد التدخل في سوريا لا يمكن إنكار أن الحزب خسر الكثير عددا كبيرا من مقاتليه الشباب حتى من قياداته يعني ليس بدءا عن جهاد عماد مغنية ولا سامير القطار ومؤخرا مصطفى بدر الدين القائد العسكري العام لحزب الله كل هذه الخسائر ماذا كسب حزب الله اليوم وماذا كسب مشروع المقاومة الذي يتبناه الحزب طبعا أنا أحتفظ لنفسي بالرد على استاذ ميشيل كيلو وأود أن أقد أن مقاومة واحتراما للوقت فقط هي استمرار لكل المقاومات طبعا احتراما للوقت ولن أدخل بعلاقة سوريا بحزب الله والحركة أمل كل ذلك موضوع يحتاج إلى بحث ودراسة وأنا لدي دراسة خاصة وأنا كنت من هذه المسيرة اليوم طبعا ليس لدي علاقة تنظيمية أو حزبية لكن أنا من الذين كنت جزءا من هذه المسيرة وأكتب عنها وأتبع أما اليوم أنا أظن أن مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ليست هي الخيار الأساسي أو استراتيجي بمعنى أنها ليس هو دور حزب الله ما جرى كان حالة استثنائية بسبب الظروف التي أدت إلى الصراع في سوريا بحيث تحول هذا الصراع من مشروع إصلاح للنظام أو تغيير النظام إلى صراع دولي وإقليمي على سوريا حزب الله وجد أن خلفيته أن ممر دعمه المقاوم من الصواريخ والإمكانيات يتعرض إلى أزمة كبرى تدخل في سوريا مما أدى أن حزب الله دفع ثمنا كبيرا ويجب أن نعترف أن حزب الله دفع ثمنا كبيرا من شبابه من إمكانيات وطاقات لكن هل هذا الصراع في سوريا يلغي دور حزب الله المقاوم؟ أنا لا أوافق على ذلك لا يزال موضوع المقاومة عند حزب الله موضوع استراتيجي وفي اللحظة التي تنتهي فيها الأزمة في سوريا سنجد أن كل شباب حزب الله سيعودون وطبعا لا يزالون هناك قسم كبير منهم على الحدود إسرائيل لا تزال تعترف وهي تؤكد أن العدو الوحيد الذي تواجهه اليوم في المنطقة هو المقاومة مقاومة حزب الله وصواريخ حزب الله ومن يقف وراء حزب الله هذا الوضع هو وضع غير مقبول أو غير مريح لا أحد مرتاح للصراع في سوريا أو بمشاركة حزب الله أو بقية القوة يعني تؤمن بأن هذه المشاركة كانت خطأا وكانت من أجل تنفيذ رغبة إيران لا ليس الموضوع موضوع خطأ وتنفيذ رغبة إيران هناك رؤية لدى حزب الله تعتبر أن ما يجري في سوريا يستهدف مشروع المقاومة سيؤدي إلى قطع الطريق على المقاومة تغيير النظام في سوريا لمصلحة قوة معادية للمقاومة بهذا الأساس دخل حزب الله في الصراع لكن أنا أعتبر أن هذه الصراعات ليست هي الصراعات الأساسية لا يزال الصراع الأساسي والستراتيجي هو مواجهة العدو الإسرائيلي لكن حتى إذا لم تكن هذه الصراعات أساسية أستاذ قاسم برغم ثانويتها بالنسبة لتحليلك إلا أنها جاءت بخسائر على الشعب السوري بالمقام الأول ثم على حزب الله الذي يقول أنه يتبنى مشروع المقاومة مما يقوله أيضا أستاذ ميشيل أن حربه في سوريا كانت حربا ضد التكفيريين كي لا تمتدى للبنان وجنوبه خاصة ما مدى قوة هذا المبرر وهل حمى لبنان فعلا؟ أول شيء دخل الحزب بمبررات متنوعة الأولى أنه يريد حماية الأماكن المقدسة لأخواننا الشيعة في سوريا ما بعرف ميكان حامية خلال 1500 سنة حتى الآن صارت مهددة الأماكن المقدسة المسألة الأخرى أنه دخل كي يمنع الإرهابين من الدخول إلى لبنان ما بعرف إذا كان منع الإرهابين فعلا بالدخول إلى لبنان على كل الأحوال اليوم وهذا شيء موسف بطبيعة الحال يصل شباب لبنان القتلى في سوريا إلى لبنان وهم بالحقيقة يعني يقاتلون في المكان الخطأ ثم قال أنه يريد أن يقاتل التكفيريين لأن التكفيريين ما بعرف شو بدون يعملوا التكفيريين يعني أكيد أكيد السيد حسن نصر الله بيعرف تماما أن السورة في سوريا بدأت سورة سلمية ومدنية وأن مطالبها كانت الحرية ودعيني أقول للإستاذ قاسم وأنا صادق فيما أقول أنني سئلت من مسؤول لبناني قريب من حركة 14 آذار ماذا ستفعلون بحزب الله والله العظيم قلت له سنأتي به إلى الجولان كي يحمي سوريا الحرة رئيس ما نبني جيشنا الوطني لم يكن لدينا تصريح برهان غليون تم لعب كبير فيه وأنا أتمنى أن تستضيفوا برهان غليون كي يتناقش مع الصديق الإستاذ قاسم ويكون هناك وضوح في هذا الموضوع والله قلت له قال لماذا ستأتون بحزب الله يعني لن تقضوا قلت له كيف نقضي عليه هذا حزب يقاوم إسرائيل هل يعقل أنه نحن وأراضينا محتلة في الجولان سنقتل سنقاتل حزب الله وسنمنع حزب الله من أن يسلح ومن أن يكون له سنعطيه حق الدخول إلى الجولان لحمايتنا لفترة خمسة أعوام من إسرائيل رئيس ما نبني جيشا لنا أنا آسف أن هذا القرار الذي أخذه السيد حسن نصر الله أخذ فيه سياق إقليمي ولم يؤخذ فيه سياق له علاقة لا بلبنان ولا بشعب سوريا ولا بحركة التحرر العربية ولا بمقاومة إسرائيل ولا كل هذا الكلام الذين قتلوا من السوريين على أيدي حزب الله هم ضحايا أبرياء لأن حزب الله ما تواغزيني يعني عندنا تسجيلات لجنود من حزب الله عم يقولوا ارصاص منك وارصاص مني ما منترك بالأرض سني أي مقاومة للتكفيريين هاي على كل هذه الصورة ستبقى رهن التحليلات وغيرها ما طال أمد الأزمة السورية وما طال أمد تدخل حزب الله هناك للأسف سيف الوقت قد وقع لننهي هذه الحلقة شكرا جزيلا على رقي حواركما من باريس ميشيل كيلو الكاتب والمعارض السوري أشكرك جزيلا أيضا من بيروت قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي وموصول لكم شكرنا مشاهدين الأفاضل وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلتقي لمناقشة بقية خبر جديد أطيب المنال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر